طبعا هو أعلن اعتزاله التمثيل لما كان بيتكرم في أكاديمية الفنون المصرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا وسلام بحضراتكم على قناتكم نجوم سودا قناة نتكلم فيه عن أخبار الفن والمشاهير والتريندات والسوشيال ميديا وموضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن اعتزال الفنان لطفي لبيب اعتزال نهائي لا رجعت فيه طبعا هو أعلن اعتزاله التمثيل لما كان بيتكرم فيه أكاديمية الفنون المصرية واللي قرمته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة طبعا استغل الموقف اللي هو فيه ده وأعلن اعتزاله التمثيل وقال أنا مش هقدر أكمل فيه التمثيل لأننا أصبت بجلطة فيه المخ والجلطة دي أصرت على حركة جسمه وبالأخص الجزء الشمال طبعا هو قال أنا بحب الفن وما أقدرش طبعا استغنى عنه لكن إرادة ربنا فوق كل شيء طبعا فنان محترم وقدم أدوار كوميدية كتير جدا وحتى الأدوار العادية برضو كان محترم فيها ما كانش فيه إلة أدب والحاجات اللي احنا بنشوفها اليومين دول في حقيقة تحية كبيرة جدا للفنان لطفي لبيب وطبعا احنا بنحييك وبنحبك علشان انت بتقدم فن محترم وفن راقي بقيت طبعا عن الخلاعة وإلة الأدب وكمان احتفل به الفنان أشرف عبدالباقي لما كان بيحضر معاه تصوير قال النهاردة أسعد يوم في حياتي بحضور عمنا لطفي لبيب أثناء التصوير وطبعا كان واخد وسام قبل كده وسام اسمه نجمة سيناء وكان فنان لطفي لبيب يقول انا بعتز به الجايزة دي وهفضل اعتز بيها لحد ما موت وده كان الخبر اللي معنا النهاردة بخصوص اعتزال الفنان لطفي لبيب التمثيل نهائيا بخصوص او بسبب ان هو بيعاني من أزمة صحية لحد هنا بقوصنا نهاية حلقة النهاردة يا ريت فضلا وليس عمرا ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك ولو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس عشان وصلك من اشعار بالفيديوهات الجديدة اول باول وكالعادة انتظر حضراتكم في التعليقات انتظرونا في حالة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته